كرمت محافظة كفر الشيخ أبطال التحدي من أبنائها لفوزهم في دورة الألعاب البراليمبية والتي قيمت في باريس حيث فاز منتخب مثل القرة الطائرة جلوس بالميدالية البرونزية بعد الفوز على منتخب ألمانيا بثلاثة أشواط مقابل شوطين لأنهم عنوان الإرادة والعزيمة فهم الأقدر بالفخر والحفاوة تكريم يليقب أبطال التحدي من أبناء محافظة كفر الشيخ لفوزهم في الألعاب البراليمبية باريس 2024 ورفع على مصر خفاق في المحافظة الرياضية الدولية أبناء محافظة كفر الشيخ كانوا ضمن قائمة منتخب مصر لكرة الطائرة جلوس صاحب الميدالية البرونزية في دورة الألعاب البراليمبية بعد الفوز على نظيره ألمانيا بثلاثة أشواط مقابل شوطين دي أول دورة أولمبية ليه أنا داخل الطائرة داخل الرياضة عمتها في 2022 لعبت بطولة أفريقيا في 2024 أول 24 في نجري وحصلت على الميدالية الزهبية ودي أول دورة أولمبية ليه سفرتي أولمبية باريس 24 ربنا كريمنا الحمد للرب العالمين وحصلنا على الميدالية البرونزية محقق ست دورات لاعب ست دورات أولمبية تلات ألعاب قوة محقق منهم ميداليتين وتلاتة كرة رجلوس طبعا كل بطولات صعبة جدا بس أصعبها في البطولة الأخيرة في باريس لأن كان فيها شوية صعوبات أحب أشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأشكر دكتور أشرف صبحي وأحب أشكر سيادة المحافظ على تكريمه النهاردة بصراحة حاجة يعني بشكر جدا 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 على السيبال وعلى يعني رفع المعنويات اللعيبة بصراحة ورفع منتخب مصر لكرة الطائرة جلوس رصيده في الميداليات البرونزية إلى الميدالية الثالثة اذ توج بها من قبل في نسختي 2004 و2016 كما رفع رصيد مصر من الميداليات خلال باراليمبياد باريس إلى سبع ميداليات متنوعة عكست اهتمام الدولة بدعم أبطال التحدي في كافة المجالات في ظل الجمهورية الجديدة